مثل ما لك شايف أغلب الناس حالياً عم بتدور على فرص عمل إضافي وهذا الشيء بتشوفه على اليوتيوب حسراً كل الناس عطويته كيف أرباح المال من الانترنت كيف أكسب المال أونلاين لأنه الوضع الأشتصاد الحالي يتضل بذلك الناس عم بتحاول جيب ألف و ألفين بس بشأن تعيش مثل أول هذا الشيء نفسه أن عملته في 2017 لما بلشت أول بيسنس لألي أونلاين يلي هو البيع على منصة الامازون FBA وقدرت انجح من هذا المجال وجيب واحد مليون دولار من هذا المجال فسأوله كالتالي أنا اليوم كان مبتدأ من لهم أي خبرة مسبقة حابب أعمل شيء وأكسب دخل أونلاين هل ما زالت فرصة البيع على الأمازون متاحة أمامي ولا خلص راحت علي فات الأوان وجواب بصراحة لا ما في فرصة أبدا للمفدئين أنه النيبلشوب ينجح بهذا المجال وجيب الإيرادات الحلوة في حال اتبعوا الطرق المتاحة الموجودة على اليوتيوب وهو في كل مكان على جروبات الفيسبوك لأنها طرق قديمة نقليدي أما في حطة بعض الطريقة الجديدة سيععلمك إيها الآن خطة الخطوة من البداية للنهاية لحتدى تعمل أنت نجاح إن شاء الله بهذا المجال وتجيب إيرادات بسيطة مثل هذه على الأقل بأول تجربة الإعلام هذا المجال سيكون 5200 دولار بالإيرادات خلال آخر ثلاثين يوم مربح حطي بالك لا يقرع عن 20 ولا يزين عن 40 عادة في هذا المجال فعلا نحن مربح بهذا حسب تحيلا 1750 دولار من هذا الشهر فكيف أنا ممكن أعمل هذا الشيء؟ شون المنتجات اللي أنا بعتها لجبت الواحد مليون دولار كيف أنا قدرت جيب ستة وعشرين ألف دولار تقريبا بيوم واحد ومئة ألف دولار خلال ثلاثة أيام كل هذا الشيء حيتم عضو الآن في هذا الدرس دعونا نبدأ للمشاهدة كيف حققت واحد مليون يورو دولار من الأمزون الاف بي اي الألماني والأمريكي طبعا هاي الصورة اللي إلي هون بألفين وتساطعش لما كتاب بيع بهذا الحساب مثل ما شاهدين هون 332 بيعه خلال آخر سبع أيام كنا نبيل إحنا بالشهر حوالي 40 ألف من هذا الحساب لوحده 40 ألف يورو بالشهر ونفس الحساب هاي بلشنا فيه من الصفر بعشر أكتوبر 2017 ووصلنا فيه خلال عشر أشهر لأكثر من 108 ألف يورو طبعا نحط بها لك المربح هو 30 ألف من المئة تلقى 25 ألف من المئة حسب المنتج وذننا بنفس الحساب هاد الحمدلله نوصل إلى 341 ألف يورو من حساب واحد طبعا كان يعني يصير معي بعض المشاكل مثل مشاهد هون بهذه الصورة أنا وراي بضاعة أمازون هدهو المرتجعات لألو صار فيه عندي بضاعة لو كوليتي ممنيحة شو هي هاي تحته تمام شايفه هذا المنتج طبعا حمالة التليفون بتحطه هذي كان آيفون 6 بوقت قديم كان هذة حمالة التليفون بتحطه على البسكليت وبيعت هذا الفيتامين سي سيروم جبت فيه مصاري وبيعت هذا الماسك هون جبت فيه 6000 بيوم واحد بحكي لكم أنا لاحقا بهذا الفيديو يعني بيعنا منتجات مختلفة وفي عندي منتجات كانت قوية جدا جدا جابتلي 25900 بيوم واحد كان هذا مربح و 57% وخلال سبعة أيام بنفس المنتج يعني هم متل مشاهفين شارت عدة أيام فيها أرباح كتير كبيرة هون حوالي 15000 12500 بيوم واحد فخلال سبوع واحد جبت 100000 دولار من هذا المنتج طبعا حقا اكشف عن هذا المنتج أنا خلال هذا الفيديو للناس الجادة بس اللي بتحطه الفيديو للنهاية إلى النص يعني في مكان معين هاشرح فيه عن هذا الفيديو عن هذا المنتج وطبعا احنا وقفنا الاسباب مختلفة وشان الجديد بيع على الأمازون الأمريكي السبب الرئيسي اللي خلاني نوقف هو انحنا نركز على بناء صوفتور خاص فينا هذا هو المنتج حالي على الأمازون متون شايفين هون البرتيفول ايباتش عمنا الامازون شويس على فكرة الصبح كانوا 127 تقييم هنا صاروا 130 صارنا 4.4 صارنا 4.3 كان 3.5 عن شراء الله يصير 5 إن شاء الله تابعوني وشوفوا تطورات بنحكي عن هذا الموضوع لاحفا هذا لقلي للناس الشكاكة بتروح على البرتيفول وبتنزلها تحت بتلاقي الاسم محمد الكويف طيب نكمل مع بعض هون تنبيه مهم جدا 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 أنا بعرف أنه بعض الناس بدون ذكر أسماء عن تجارب مسبقة هتأخذ هذا الفيديو وتعمل منه كورس مدفوع لمن الناس الأخرى معنون عباطيه ببلاش ولكن بعض الناس هتأخذين المعلومات كلها وتعمل منها كورس مدفوع لأنه المعلومات سوبر جديدة هعرض لعليك ما لموجودة أبدا بالسوء الحالي على اليوتيوب لا بالعربي ولا بالأجنبي فلذلك هاي كله من تجربتي الخاصة وديك تعرف أنه النتائج اللي أنا حققتها غير مضمونة لكل الناس ليس كل شخص عنده نفس التجربة اللي عندنا يعني كل شخص عنده تجربة مختلفة عن الناس الأخرى مو كل الناس مثل بعض مو كل الناس بتحقق نتائج مثل بعض لذلك كل شخص لديه تجربة رجاء نحط هذا الشي بعين الاعتبار مو كل حجي بمليون مو كل حجي بميت ألف طيب التجارة فيها ربح وخسارة وليس مية بمية ربح حتى أنا شخصيا ممكن أعمل أحيانا ببعض الأشياء وأخسر فيها مصاري وأحيانا يربح ليس الكل بيربح حتى الخبير لا يربح دائما حتى الأمازون نفسهم عندهم خسارات ببعض الشغلات اللي بيعاملوها تمام؟ فلسنا هنا اللي يربح الملايين والآلاف خلال خمس دقائق لا نحنا هون عم نشغل ستب بي ستب من الصفر للاحتراف ونحاول نحنا نحط الوقت والجهد لنجيب المصاري بغضنا ثلاث نيش طيب لمح عني للا لما بتعرفني مين أنا وشو بامنا وشو بسوي بدأت كلاجئ سوري بألمانيا من الصفر بدون أي خبرة مسبقة يعني اجيت مع موجة اللجوء كتن لها تميت ألمانيا لا بعرف لغة ولا عندي ربق اسمال ولا عندي مصار ولا أي شي مع ذلك في 2017 كان اطلاق أول منتج لأيلي على الأمازون مع تواجد بوظيفة فولت سايت وقت كامل ووظيفتي بألف أرمائة يورب الشار يعني انا ما تركت الوظيفة بشان اعمل أمازون لا الاثنين سوا بس حس هيتمكنت الامازون تركت الوظيفة مهم جدا تحط هذا الشبعين اعتبار لا تترك وظيفتك قبل ما تجيب مصاري من المصدر الدخ الآخر بعد عشر أشهر حققت حوالي المئة ألف يورو كما رجيتكم فوق بعد خمس سنوات بهذا المجال حققت عدة ملايين وأسعى المزيد ليس من أول يومين جبت مليون ركز بعد خمس سنوات فأنا اول ان بهذا المجال خلاص انا اول ان انا اول ان وعندي حاليا شركة تدريبية بتساعد مهتمين ببدأ مشروعهم عن طريق التعاون والعمل معهم عبر برنامجنا الكوتشنج في اي بي بروغرام يعني هذا منضل معك خطوة بخطوة وليس كورس بيكون وان تو وان شي جديد نحن عملينه رائع جدا فيك تشوفه طيب منكمل مع بعض هاي هون الأول باشة المارسيدس كان شعور رائع جدا واخيرا سيارة كنت عفكر فيها طول الوقت سات عندي ان شاء الله يكون هذا الشعور عند الجميع تجيب سيارة اللي بتكون اياها السيارة القادمة ان شاء الله هتكون نيكس لفل هتكون اكزوتيك كار يعني لمبا او فراري منشوف شو اللي بيصيب معنا بوقتها كنت عامل على الانستجرام القديم تبع بيتساكها هيك مثل سؤال جيب بورشا ولا جيب مارسيدس والكل قال لي مارسيدس فكانت خيار موفق طيب مبدأ العمل بالامازون شو مبدأ العمل بالامازون باختصار شديد للناس اللي ما بتعرف انو تشتري انت البضاعة من موردة صيني لمنتج مرغوب الناس حاببتو الناس رغبانتو فانت تشتري هاي البضاعة من موردة صيني بسعرنا الاول 1-2 دولار 10 دولار 15 دولار بغض نظر شو السعر وتبيعها بثلاث اضعاف او اربعة اضعاف السعر على منصة الامازون بغض نظر اذا انت عاد السوق الامريكي او الاوروبي او العربي كل واحد بيختار السوق الانسم لوضع او ti directing اوروب بلش في الاوروبي او الامريكي او الاول امريكي او الامريكي او انصحك او ti quality to study with American او الوطن العربي libero الاوروبي فقط الاوربيين يمكن الاوروبي لاؤلاث اذا يمكنوا الامريكيين و هكي 400 من منتج واحد عندنا هون 500 بيم مهاحد عندنا هون 00 و waking have gone causing 659 بيم واحد 756 بيم مهاحد عندنا هون 120 بيم مهاحد وأو 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 ما هكي حكيوم كلهتو ولكن بستير جيدك أن شغلية هو حين نتائج كلهاتة نحن 90ologue الخلال شهر حين نتائج كلهاتها ليس لكل مشتركية ممكن رغح تشترك معك يكب انتائج مستحيل لأنه في ناس يشترك معك ما بتعمل شي فيه ناس يشترك معك وبتنام الناس تشترك معك وتقول لك يلا السلام عليكم وبعدين ففقط الناس الجديد يشتغل على حالة All-in وبتعرف انه هذا الشي بده قلب قوي وبده واحد All-in يعني شعني All-in يعني كل جهده وتركيزه وعقله بهذا الموضوع بجيب نتائج ليش لا؟ الفشل هو استسلام استسلام هو الفشل طيب من كما بعض مميزات وعيوب في الامازون هحكي لكم هالمره عن مميزات وعيوب يمكن انت شايف فيديوهين بتاعتي عن مميزات وعيوب الامازون ولكن ليس بالطريقة اللي حكتب لك يا هلا انه فيه ناس بتسويق لك على بعض الشرط على انها هي الميزات اللي حتغير حياتك بالامازون ولكن هي عيوب وليس ميزات فخلينا نشوف مع بعض عيوب الامازون اول شي بيحتاج رأس المال انا كنت دائما قول انه بده خمسة الاف دولار ستة الاف اربعة الاف اثمان تالاف ولكن هلا غيرت خناعاتي لانه فيه منتجات بده عشرين الف لتبلش يا اخي فيه منتجات اربعين الف لتبلش فيه فيه منتجات بدك ثلاث تالاف اربع تالاف فحسب المنتج رأس المال يختلف فلذلك ما فيه قاعدة ثابتة طيب يحتاج الى مخمة تفتح وقابلة التعلم اذا انت بتعرف كل شي فانت في المكان الخاطئ اوكي يحتاج الى قلب قوي يعني انا اول ايم بدي جرب ما عندي مشكلة مو ان ايه انا ما بعرف بشوف بدي بس ما بدي اجر اجر لورا اجر لقدام لا حني بي يا اما ايه يا اما لا اخر شي الامازون عندي تحكم كاما بحسابك وانا عملت شغلة السنة قبل الماضية سكر لي حسابي سنة 2021 سكر لي حسابي لمدة اقريب السنة تقريب تسع شهور عشو شهور بس لاني عملت خطأ صغير مو ذنبي اسطن ولكن انا بتحمل كامل مسؤولية ولكن الامازون بما انو عنده التحكم الكامل سكروا لي حسابي اللي كان عبي جيب بوقتها كان عبي جيب باليوم الواحد ما شفته بالصورة فجأة وقف الحساب باليوم الواحد كان عبي جيب خمسة وعشر الف اتناعشر الف خمسة عشر الف مع ذلك وقفتوا وهلا رجعتني جديد اطلقت في المنتج هذا وصل الى خمسة الف لانو انا بعرف انو حياة طلعت ونزدات مو انو اذا طلعت لازم ضلع بطلع ممكن انزل بس هل اذا نزل ضلع بنزل لا لازم قرر اطلع فلذلك الامزة عنده تحكم كامل بحسابك تحط هذا الشي بالحسبان في طبعا طرق حتى انت تحاول تعمل شي مضاد او انقذ حالك من هذا الموضوع دعني احكي عن ايه النقطة يلا انا متأكد حتفدي كتير ناس يتم التسويق لها على انها ميزات ولكنها ليست كذلك شو هي تخزين البطائع وشحنها للزبون يعني اي متجر بالدنيا ان كان امازون او غيره ان كان متجر شوبي فاي ولا متجر عادي ولا وينما كان ممكن يعمل هاي الميزة فهي ليست ميزة صراحة ممكن كانت ب 2015 2016 2018 2019 ميزة ولكن 2022 2023 ما لا ميزة خلص عادي اي متجر الالكتروني فيك تربطه على مخزن وسيفي شحن اوتوماتيكي بس ما لا شي مميز فانا ما تتميز فيك ما تقولي ان هاي مميزات الامازون هاي مميزات التجارة الالكترونية وما كانت تكون طيب شغلة ثاني زبائع تشتري منك من دون اعلان كلام فارغ مني اشتري منك من دون اعلان اذا انت اليوم عملت منتج على الامازون ورقمك انت واحد من اصل 25000 بائع موجود واحد من اصل 7000 بائع موجود واحد من اصل 3000 بائع موجود فكيف الناس تتعرف ان هذا انت وهذا منتجك المنيح كيف بدك تعمل نجاح بدون اعلانات فبدك اعلانات ولو بالفترة الاولى اول سنة اول سنة ونصة تصير فوق وبعد ذلك تصير فوق اوكي بتسيب رجبي بيعات باقي بالفترة اولى بدك تعمل اعلان بس فيظن الناس انه بيساب كثرة الزوار على الامازون فهنا حيجل عندهم لا انا محجل الزوار اللي عندك حيجل عند الطوب لعدي المنافسين الاقوياء يلي فوق وليس عندك انت كمبتدئ ما عنده غير 15 رفيو ما هذا يثني انت ويتركوا يلي عنده 50 الف رفيو و 5000 تقييم ما حييتركوه هدا ويجل عندك يعني بالمنطق لو سمحت طيب الامازون يفعل كل شيء وانت لا تفعل اي شيء وتشغلت الارباح فقط من جوالك انت تشاهد الايرادات نعم من جوالك والارباح من جوالك ولكن لا تفعل شيء لا بدك تعمل اعلانات انت تعمل اطلاق المنتج دعك تحسن لستنج بشكل متكرر وشكل مستمر تدرس منافسين بشكل متكرر وشكل مستمر وتغير كلمات مفتاحية متقلي ما دعك تعمل شيء بدك تعمل كل شيء كل يوم طيب طيب اخر شغلة خدمة العملاء يقوم بها الامازون مباشرة هذا شيء سلبي وليس ايجابي يعني لما تكون انت مسترم الخدمة العملاء وجاء تقييم سلبي على المنتج ممكن تحكي مع زبون انت تقول له لا شيء لا يا زلمة ما في داعي خلص تتفق انت وياف تعطيه شيء ببلاش تعطيه هديه ببلاش اذا واحد يرجع المنتج مثلا تقول له لا خلص انت ما عاد فيك ترجع انه خلصت المدة ممنوع الترجيع وبتالت تحفظ شوية بالارباحك وشوية بالحقوقك و لكن لما الامازون يسترم خدمة العملاء قاله اي امازون بدي يرجع انا ما عشد المنتج يرجع طب انا البيع انا مصري هدول يا امازون ليش عاو تكبهن ليش عاو تعطيه للزلمة المصري للزبون اللزبون هو الاهم انت الثاني اللزبون اولا انت ثانيا كبائع فلذلك شتافه لما حتى تطلق تقييم سلبي على الليستنج تبعك او على المنتج تبعك ما فيك تتواصل مع الزلمة و تشيله ما فيك ما فيك ما فيك خلص راحت عليك فهذا غير منطق فخدمة امازون ليس شيء ايجابي انا بشوف شيء سلبي كمبليتلي طيب الميزات الحقيقية ما حلو اقول له ما فيه ميزات فاكيد فيه ميزات شو هي انا برأيي ثقة الناس مضمونة الناس بتثق بالأمازون وبالتالي بيعك اسهل يعني هيكون قضيتك على البيع اسهل سهولة ايجاد فرص الرابحة بتعرف انه هذا رابح هذا خاسر هذا رابح هذا خاسر وسهولة الوصول لفوق النجاح النجاح ليش ان فيه كتير البائعين فاشلين وبتالي فيه تستحق المنافسة اذا اشتغلت بتكامل مثل ما انا معلمك هلا هون اوكي فحط هاد الشي ببالك ليش ان البائعين فاشلين لانه كل من يشوف فيديوهات يوتيوب او كورسات قديمة او غروبات تليجرام او غروبات الفيسو بيتعلموا الطرق القديمة وفكر هت حينجح لا لن تنجح هذا المنتج اللي اطلقته من فترة всё وهذا المنتج اللي اطلقته من الفترة قل لي عرجيكمى هذا المنتج اللي أطلقته انا من فترة وه lien بو receivers هذا المنتج frequenta مختلفه عن الطريق القديمة ل différents آaffen عام 3 اول قبل اللاجحamiento امازون كيف تفتح حساب عملت لك هون لينك تكبس على الرابط مباشرة هون بتلاقي كيف تفتح حساب طبعا فيك انت تحمل هاد الملف كل ياته تحت هاد الفيديو اوكي ابلاش مجانة من هون تفتح بتشوف كل شي طبعا انا هلافت هون على فتح الحساب بما انو عندي حساب فتح يضغل حسابي بما انو شايف هون total balance 1000 و 3 يورو هدو اللي بحاولو ليه عن البنك ما غرفة امتها وعندك هون بعض البلدان الكبوز على البلدان الاخ هون umaextي لا يمكن whether تفتح حساب منها تكبس على البلدان وتشوف انو في عندك هون قائمة من البلدان التالية فكلحدةة بهي لبلد يستطيع فتح حساب اذا بلدك غير موجود هون انسى الموضوع لتحاول طبعا في عندك صفحة الأمازون الأمريكي صفحة الأمازون الأوروبي صفحة الأمازون العربي شوف الأمازون العربي اذا فيك انو كنتبل بلده عربي شف الأمازون الأوربي اذا فيك تحتاج لأوراق التالية انا عملت لكم ملف كمان بوضع الملف شوف الأوراق التالية وقلب فيهم وعرف شو الأوراق شو الشراطي اللي بدك يعمل ملف هاد كم صفحة؟ ملف فيه 30 صفحة فيك تشوفو مرجانا باختصار بدك انت حساب بدك ايميل على الامازون وبدك كردت كارد وجواز سفر ومعلمات ضربية تفتح الشركة رقم هاتف وحساب بنك وإثبات سكن عنوان بريدي او صندوق بريدي لا يقبل يعني اذا انت قاعد في مصر اليوم واشتريت لي حساب عنوان شركة في بريطانيا لن يقبل من الامازون اوكي؟ طيب من كمن هون يفضل ان يكون لديك اسم المتشر خيالي يعني ما تسمي ليه زا انجل ستور زا لوفوف ماي لايف شوب زا بلودي شوب كينغ اوف زا كينغ كينغ اوف زا كينغ كينغ اوف زا كينغ يعني هادول اسماء شلي هم بالك اهي اسماء ولادية لازم انت اتسمي اسماء صح اسماء خيالية بحيث مايتكون الى معنى على شى معين يعني مثلا انا لان اسم ال اسم الامازون شو ان ازون مدرج 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 اتصح كينغ اُنجل ستور اسمه امازون حتى ما اسم ازوا identific مدرج امازون شايب؟ الشهرية هي اشتراكي منصة 40$ بالشهر عندك ادوات العمل تختلف كل واحد يختلف حسب ادواتي اللي بدأيها وعندك هون رسوم التخزين هاي رابط فيها كل معلومات عن رسوم التخزين واضحة هون عندك عندك هون سلينج بلان هون كل تكاليف موجودة عمال شوية ريسرش عليها عطي شوية وقت واقرأ وفهم هون كل شي موجود ادج تكاليف تدفع نسب ادج 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 طيب من كامل ببعض عندك هون تكاليف اخرى نسبة الامازون 15% 700% حسب المجار وحسب المنتج وحسب السعر وعندك هون السعر الشحن لكل القطع مباعة لما الامازون يبعت البضاعة من عنده من المستودع الى الزبون يوجد تكاليف معينة 4$ 5$ و القطع الوحدة هاي قدت تدفع مباشرة من سعر المبيع عندك البضائع في عندك العينات في عندك ثمن المنتج عندك شركة الفص وعندك الشحن عندك الجمارك ورسوم التوصيل ورسوم الاستلام تبع الامازون ودفتحتها دائما ان 1% من الاضطاع اللي الامازون بتستلمها بتضيع هل ممكن تحصل مصاري هاي لو الامازون ضوعوا ليها والحق عليهم ممكن ولكن صعب جدا تحصلها حاول اتمنى لك التوفيق ما حاول التنهيك اعلانات داخل الامازون وخارج الامازون صور احترافية او تعديل احترافي والمرتجعات المرتجعات اللي يجبون برجاع الامازون اعتبرها كبت بالزبال اعتبرها خسارة بيقل لك فيك تبيع او ما فيك تبيع اخي فيك تبيع بدك تبعاتها اللي عندك عالبيت وتبعها واليفيس بوك او تبعاتها اللي عندك عالبيت تحط اللي عالبي جديدة وترجع تبعاتها بينما هو العزاغ هاي كل لي ايتهم قطعة وقطعتين وخمسة خلص خلصيني يكبون مشريني ما تفكر بشغال صغيرة اخي اذا عندك خمسمة الاف مرتجعات اوكي ساعدة اخي لا ده بالحالة اعمل فيه انت بستوضع لحالك وبيعهم بواحد دولار للناس الفقراء او شي تبرع فيه هنا يا اخي وليس تكب ونكب طيب هلا خلينا نبدأ بالمرحلة الاولى المرحلة الاولى احنا حتى نشتغل بالامازون اول شي واهم شي ايجاد الفرصة المناسبة خطوات ايجاد المنتج شو هي ايجاد المنتج شو هي الفرصة المناسبة انا لاقي انا منتج منيح امورد منيح فاول شي ايجاد المنتج الخطوة الاولى بالنسبة للمنتج فهناك ثلاث انواع النوع الاول منتجات براند اديتاس بوما انا اروح لعند الشركة اديتاس او بوما اخذ منهم اذن او ترخيص انه معلش بيع الضعية اللي عندكم وبيعها على الامازون او بيعها وين ما انا بدي نعم اخدت الاوكي بيرفكت ساعتها عبتعمل شي اسمه هول سيل شو اسمه هول سيل طيب الشهادة التالية هون عندك تنشاء براند خاصة فيك وتبيع منتجات جديدة كلية يعني تختراعها عن منتج كليا ممكن تعملها ولكن بديها شوية ذكاء زيادة عن نزوم نحن المبتدئين ما عنا هالخبرة و هالذكاء كلاته غالبا عندك هون انشاء براند خاصة فيك وتبيع فيها انت منتجات تباع اصلا بالامازون ولكن بتحسر عليها بتعملها بشكل افضل من شكلها الحالي فكيف نختار المنتج حسب رأس المال الموجودة اللي عنا نختار المنتج و كل ما زاد رأس المالك كل ما زادت الفرص المتاحة امامك لان انا اليوم معي رأسماء الالفين ما فيني بلش بمنتج بيحتاج رأسماء ثلاثين الف طيب المنتج المرغوب من قبل الناس هو المنتج الذي يباع كيف تلاحب زاد شيء مرغوب من قيمة للناس عن طريق ان نشوف في الهم مبيعات مستمرة عن طريق ان تشوف تقييمات فيها تزايد اليوم عدوية تقييم بكرة مية و عشرة بعدين مية و خمسة عشرة بعدين ثلاث مية و صار و عشرة عن الناس عططة البوع بتقييمة و مبسوطين احلى عنها طيب يوجد ضعف في الخيارات يعني انا اليوم بدي شنتاية للبيبي حمراء اذا ما لقيت هاي فرصة انو انا بيعها لانو ما لقيت الخيار شنتاية للبيبي الحمراء فلما تلاقي ضعف في الخيارات حون انت بتجيب منتج اذا ما في تمييز كبير بين المنتجات المعروضة في فرصة لان تمييز والله كله عبي بيع مثلا شلمونة بلاستيك والناس بده شلمونة خشب بتبيعهم شلمونة البامبو شايف هاي كانت فرصة ب 2018 قديمة والقدر على انشاء عرض مغري لما انت تعمل عرض مغري ناس تشتري عندك مثل انا عندي هون انا شو عملت هون شي مويز يعني شو شي المويزة انا عملته هون كل الناس عبت بيع الايباتش الغولد انا عملته عرض مميز انه تعالوا ثلاثة مع بعض ثلاثين قطعة بخمسة عشر دولار تتفضل فالناس حبت الموضوع الشرطة عندي فهذا انا عملته شو مميز فقط اني انا متعرض مغري اوكي طيب انا بنصحك اذا انت ما عرفان المنتج او حابت تعرف على افكار المنتجات انك تشترك بعنا بالبرنامج الجديد اللي هو easyecommerce.io اللي بنحط لك في افكار المنتجات رابحة للامازون نقول لك هاي فكرة حلوة بتجرب لك كذا مصاري التباير السبعك بيكون فيها بطريقة كذا بننصحك تعمل كذا المنافسين عم بيعملوا كذا فانت في عندك فرصة فانا بساعدك فينا نقول لتختار المنتج الخاص به فيك تشتري فيه اذا انت حادث تاخد مساعدة بهذا الموضوع هلا خطوة رقم الاثنين هتكون كالتالث ان احنا نلاقي المورد يعني نعمل ايجاد لشو للمورد مين هو المورد هو نفسه المعمل او هو نفسه المصنع يلي عبيحاول يكساب مصاري عم طريق انه يصنع لك لك البضعة هو بجيب الموارد الخام وبيعمل البضعة وانت بتاخد البضعة وتبيعها لهم فكيف نحنا بنلاقي مورد فيه ناس بيروح بتعامل مع موردين محليين يلي هو ليس شيء خاطئ بالعكس شيء منيح ولكن الاسهل انا بشوف انه تتعامل مع موردين من موقع علي بابا موقع صيني لانه عندهم خبرة كبيرة بهذا المجر فأول شي بتروح لع علي بابا بتشوف المورد المناسبة لك خلينا راح وبعض بيهبني شغلي انا هون لما غط نظر شو المنتج بدي اي انا ذا الاول بدي انا بايبي سيت هون بايبي كار بايبي كار سيت كور يعني هذا الغطر بنحط على كرسة البيبي تبع السيارة ونحط هون دائما بس بدي يعلمكم عن شغلة لو سمحتوا دائما بتحطوا هون trade assurance وverified supplier هاي بس معلومة على السريع ليش تعملوا دولتين تحطوهم هون لانه لما انا حاط دولتين هذا يعني الاولى انه انا اخذ ضمان علي بابا ففي حال المورد هذا ما بعت اللي بديه سرقني مصري عمل يلي يعمله بغض نظر شوه شيء سلبي العالي بابا بنجعلك مصريك التامية verified supplier انه العالي بابا راحوا لعندهم لعند المعمل وتأكدوا عن جد من وجود هذا المعمل اي ان هذا المعمل عن جد موجود على ارض الواقع اوكي طيب من كمير التحقق من الاوراق اللازمة لهذا المنتج مثل شهادات او موافقات وخصوصا الالكترونيات وانتجات الصحة والتجميل يعني انا بدي ايك اما تبعت المنتج او تشتري المنتج انه تأكد بده وراء بده شهادات لازموا شهادات اذا لازموا شهادات هل المورد الصيني عنده يهون لا ما عنده يهون فما تشتري من عنده اصلا حتى والاسعاره منيحة وكله رواء اوكي طيب التحقق من جودة المنتج قبل الطلب شلان تحقق من جودة المنتج ابعث عينات لالك ابعث العينات لعندك عالبيت اتأكد نجود هل هذا المنتج عن جد انا بدي بيعه ولا لا لو كواليتي والعمل مقرف ومنزوع وشو هات اذا العينة هيك سيئة فكيف المنتج لما انا اطلب 200 قطع هتكون اسوأ فايذاك انتبه على الموضوع ولما تتفق انتويا على السعر المعين طبعا انا بحب اتفاوض معهم بعلم دائما الناس بشتغلهم بعلمهم التريك انو لما تتحكي مع مبارد صيني ما تقول له بدي 100 قطع او 50 قطع او 30 قطع قال له بدي 2000 قطع او 5000 قطع او 20 الف قطع وخذ السعر بـ 20 الف قطع وانت على اساسه قال له اوكي حقق الـ 20 الف قطع الوحدة منهم بـ 2 دولار طيب انا هشتري هلا بداية فقط 50 قطع بـ 100 دولار شايف هقلك لا وما بيصير كذا لو الطلب الجاي باخد 10 الارب او باخد 50 الف فممكن يرفع لك السعر شوي بدأ ما يبيعكيها بـ 3 ما هيبيعكيها بـ 2 يبيعكيها بـ 2.5 او 2.4 كنت ربحت ـ طيب ارسال ملفات المهمةعالى اللي بدأ العمل الى المورز ما هي الملفات اللي بدأت العمل ؟ انك تشتري بار كود شو اسمه بار كود هذا البر كود هو نفس الرمز الموجود على كل المنتج اذا تروح انت هون على جوجل توجد بار كود بيطلع انك شايفو هاد هاد البر كود لما تروح انت تشتري بشي من سوبر ماركت يعني انا عز كان تشيك 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 هاد البر كود تشتري واحد من موقع اسمه جي اس ون جي اس ون هيكو هاد جي اس ون بتبيعك هذا الموضوع اسمه بار كود في المانيا في امريكي في بريطاني بغض النظر تعبليات سكاوفن او شراء الان حسن انت وين على تبيع بدنا نحن في عند اكون واحد لخمسة عطينا هاد وخمسة وثلاثين برو جي تي اين البر كود واحد يعني خمسة وثلاثين يورو عطينا هاد تمشيني طيب ما نكمل بدك واحد لك المنتج انا بدي بيع منتج واحد ببداية بيخط نثر عدد القطع لا يهم عدد القطع ما بيهمنا بيهمنا كم منتج والله انا ببيع منتج واحد فبدي بار كود واحد عبيع منتج واحد بلونين فعملية منتجين يعني اذا انا ببيع اليوم بيجامة نيسائية لونه احمر وبيجامة نيسائية لونه اخضر فهو عملية منتج احمر ومنتج اخضر منتجين مختلفين عن بعض فبدينا اثنين بار كود اذا انا ببيع مثلا كهسات كبيرة وكهسات صغيرة منتجين مختلفين عن بعض ولكن اذا انا ببيع كهسات كبيرة 1000 قطعة. بغض نظر 1000 او 100 او 1 بس انسخ بار كود نفسه و نفس المونتج ولكن عندما تغير المونتج ستغير بار كود فريدنا بار كود واحد و ننسخه على عدد القطع لذا اننا طلب مئتين قطعة بار كود واحد منسوخ مئتين مرة اوكي كوبي بيست بدك ملفات اللوغو والتصميم الخاصه فيك يعني اللون التي انت خضرته والتصميم التي خضرته ام ملوف فيه تعاملها لحالك من موقع اسمه Canva.com تشتريها من خبراء من خمسات او مستقل مواقع عربية او مواقع اجنبية مثل فايفر و أبورك او تتعامل مع شي حتى البروفيشنال او موجود قدامك طبعا صدق المواقع البروفيشنال اللي بره ممكن يأخذ منك الف و الفين و ثلاثة و اربعة الاف مع كانفة و خمسات و فايفر وهيك شغلات ممكن انت تحت 500 تكون خالص الموضوع كله احيانا بميتين احيانا بمية حسب شو برجت تبعك طيب هل هو شي مهم ببداية لوجو وهيك شغلات مهمة التصميم بعض الاحيان مهم حسب المنتجات حسب المنتجات ما فيني ايلك انا حسب المنتجات طيب عنوان الشحن النهائي مع بار كود صناديق يعني انت لما بدك ترسل البضاعم من الموارد الصيني الى الامازون بدك عنوان الامازون عنوان الويرهاوس او عنوان المستودع الامريكي او المستودع الالماني تبع الامازون فكيف بحصل عليهم بدك تعمل اول شي صفحة منتج بالامازون ومن ثم يمكنك الحصول على هذه العنوان طيب انا بدي اياه هلأ لان الموارد الصيني طلبوا هلأ مني وانا لسه ما عندي صفحة منتج شو لازم اعمل ما تخاف ما تتلبك حيات سهلة اسهم من هيك تروح على جوجل تكتب انت امازون ويرهاوس ليك هون امازون ويرهاوس ادرس ان جيرماني مثلا هاي عندك اسمه امازون دي يو اس تسفاي عطيها للعنوان ليكو ادرس هاي هاي تفضل مرحبا صيني اخوض هاي العنوان اي بس بركي الامازون انتوني غير العنوان انا لما بدي ابعت خير ان شاء الله اه لو مرحبا مورد صيني بععت له رسالة اه صافي تغيير والله الامازون نغيرولي عنوان هاي العنوان الجديد شو حيالك مورد صيني اوكي بس طيب و البر كود صندوق اي انت تبعت له اي انت تبعت له ايها بعدين اي انت بعدين بس انت تخلص كل اموره ويصير جاهز البر كود مع العنوان الصح بعت له ما تستعجل ما تتلبك طيب الدفع انصحك متمادت لك انك تدفع عن طريق او شيء تكون تريد انشورنس المنتج بتلاقيه المورد مع علي بابا ثانيا انصحك انك شهتتجنب احتياج تدفع 30% بالبداية و70% بعدها الانتهاء ويكون عندك الدفع عن طريق العلي بابا والبيبال اما او وانتبه الشغلة ليه لما نروح لعلي بابا بغض النظر شو المورد يلي انت خطرته تعمل التالية اللي انا حعمله الان لنقول انه انا المورد يلي خطرته هاد متعظيم شو مورد هون خلينا نكتب هون بايبي كار سيد كوفر نفسه نعمل هيك تريد اتشورنس ونعمل ونعمل سبلاير الخطوة التالية اللي انت اعمله هون لنقول اثان هاد اللي عجبني واو شو كول بدي اشتري هاد او هاد او هاد بغض النظر شو هاد لنقول بهمني جدا انا شوف المعمل هاد المعمل هاي اسمه معلومات المعمل بتكبس عليها معلومات المعمل وشو عندك اسمه company overview بتروح ل profile هاي company overview بتكبس عليها مرة واحدة وبطلع عندك هون تقييماته انتبه على التقييمات انا انسحك تكون تقيماته منيحة اربعة ونصف وما فوق انتبه انت على الاشغالات اللي عنده هون شو الفيديو شو ال reviews شايف كل ما كان فيه معلومات اكتر موثق اكتر موسع اكتر شارع عن حاله اكتر حاطت صور عم معمله اكتر عم وظفينه اكتر كان احسن لا لك انا بنزب العادية على transaction في جي اسمه transaction view خلينا نشوفه انه هون عندك هون average product business performance transaction history وبحب شوف transaction view هاي كل ايه شايفين شوف انه عنده على ال UK مثلا بريطانيا خمس حوالات على امريكا اربع حوالات على اسبانيا حوالة واحدة يعني ما بيبعث على المانيا اخي ما بدي اعطيني واحد باعه على المانيا اذا انا بدي باعث باعه على المانيا انه حال عنده خبرة بألمانيا بس نوعه ما فيك تقول هاد انه باعث على بريطانيا واسبانيا فأوروبا فنفس القوانين تقريبا فانه تمشي بس بهمني انا شوف دائما transaction view كيف فتنا عليها بتروح ال profile وغاذا بتكون تحت اسم company overview وبعض المصانع بيعملوها تحت business performance وتلقي اليك transaction history اوكي طيب يعطيك العافية هلا بنرجع نحنا هون بنرجعنا هون بنتحقق نرجودة كله تمام كله روا قبل ما ادفع على السبعين بالمئة الباقية ببعث الشركة التفحص كيف بلاقيها بكتب على علي بابا inspection service نفس اللي كانت تلاكيها بالانجليزي انا هون وبتبعتها لعند المعمل كيف تبعتها خدت عنوان المعمل انا مرحبا يا معمل اعطيني عنوانك شكرا خدت العنوان مرحبا يا شركة inspection خدوا هاد العنوان نروحوا لعندهم يلا تفحصوا يبضوا اعطي قديش السعر 100 200 300 500 حسب انت شو بده تتفحص في ناس بتتفحص كل شيء بالتفصيل في ناس بتتفحص بطبقة اللون فقط الحجم انت بتختلف طيب بعد ذلك الشحن الى مستودع الامازون فهناك تبطلوا شحن الاكثر شي واحد ddp fop exw انصح بالdp شحن من باب المعمل الى باب الامازون متضمنا للضرائب بيكون اغلى شيء ولكن اسرع شيء وريح لي راسي شحن من باب المعمل الى الميناء او المطار في بلد التصنيع فو بي لانصح به والexw انه لا ينزل من شحن اصلا وهي اسمه EXW لهيك مثلا مرة كان بدي بي انا شهاز المساج لبع الرقبة فكلو عا بيقلي كان هذا حكم 2019 فكلو عا بيقلي انه سعره 26 سعره 27 28 عا بروحت عنده واحدة تاني قال لي لا انا بيعكيها ارخص من هيك بيعكيها ب 17 قلت له امين ويلا بدي اطلب 1000 قطعين 17 اهر الالف كنت يدفع ويلا وتحمست وخلص او اخشي قال لي بس EXW شو EXW قال لي كزا 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 لا لا بدي ايها وصل الى DDP انا اه DDP 30 اشو تضحك علي فبشا ما يصير فيكن يصار فيني وضيع وقت تتأخروا من البداية DDP اوكي طيب المرحلة التانية هلا ما خلاصنا المرحلة الاولى انه نحنا لقينا المنتج ولقينا المورد وعرفنا شو بدنا هلا ننتقل على المرحلة التانية منركز هون دائما على انه يكون عندنا متجر امازون احترافي مهم جدا 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 فشو بتركز عن العنوان يكون عنوانك حلوة سهل القراءة فيه كلمات مفتاحية ولكن بشرط ان تكون غير محشو وحشو وانو كلمات 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 مفتاحية وفق باطلك لا ليش هيك ليش العذاب يا اخي ما تعزبني يكون كلمات حلوة مقروئة كلمات كلمات مفتاحية يعني الناس تكتب هذه الكلمة للبحث عن المنتج كلمات كلمة مفتاحية فـ الناس بتدور عليها وبرفضعت حلوة ليش هيك لا نقاط الوصف هؤلاء النقاط فى وصف النقاط هؤلاء النقاط ان تركز على اهم الاسباب التي يشتري الناس المنتج بسببها كيف تعرفها اذا لم تكن عندك خبرة مسبقة تقرأ انت تقيمات الناس المكتوبة عند المنافسيين وبتعرفين اساسها وانو اخبت هذا المنتج وفر الوقت او اخبت هذا المنتج ريح لكثير وانو اخبت هذا المنتج كيف تعرف او اهم الناس تركز عليها طيب نكتب اول كلمتين باختصار لكل جملة تليها شوف مثلا هون ماذا قد تبدأ لك انا مثلا وشرحت وشرحت كلمتين اشرح وانو عن كل البداية المختصر مفيد وليس حشو كلمات انو ركز على فوائد وليس الميزات انو الناس تشتري بالعاطفة وليس بالمطق انا اليوم لما اشتري سيارات فراري انا ما بشتري انو سريعة وانو حلوة انا بشتريه مشانو حسن منك مشانو حسن مميز مشانو حسن ملفت للنظر امام الناس فقط الوصف بالوصف انا بديك تحصل فوائد المنتج وميزاته الاثنين وتختصر كل ما شرحته مسبقا في النقاط القصيرة حسن هذا الوصف طبعا يجي هون تحت هذا الشكل بيطلع عندك انت كلا ما بتدق ما عندك براند او ما عندك علامة او ما عندك مسجل اسمك عند الامازو دافي مصاري نحكي لكم على العقل بيطلع عندك الوصف باسم هاد الشكل بس هيك وصف عادي اما اذا عندك براند مثل انا عندي هون فيتحط صورة ودسكريبشن وصورة 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 وهون وهون فيتحط انت هون براند هيا باسمه براند ستوري فيتحط كل شي طيب الكلمات المفتاحية بنصحك شوف هاد الفيديو شرحت لك انا كيف انا بلاقي كلمات المفتاحية حتى تطلعك هالفيديو مجاني حتى بس انت تتوسع عطاق المعرفة اللي عندك انصحه ببرنامج اسمه هيلومتين انا بستخنه هي ديسكاونت خمسين بالمية على اول شهر او عشرة مية مدى الحياة اذا هون عشرة مية مدى الحياة اذا خطيت خطيت البلاتيني ويقلم صح فيها لانه فيها كل ميدان تنكيها معاني ميتين وخمسين حرف اللي نحط فيه كلمات المفتاحية ورجاء ان تجنب التكرار وتجنب وضع اسماء المنافسين وضعها الكلمات ذات للبحث القليل والمتوسط والكبير شو الفيديو هال اذا حاب انت مع تفاصيل اكتر وبعارفها كيف تعمل تفاصيل فيديو هون تكوز لهون وتقريبا تستعد دقائق بشرحك بس عن الكلمات المفتاحية واضح؟ الصور انصح بوجود سبع صور وليس صورة واحدة مصروقة انصح بتصوير اعترافي او تعديل اعترافي ركز اول صور يكون خلفية بيطاء توضح ما في داخل العلبة ما هو داخل العلبة صورة البشر سعيدين وابسوطين بالمنتج اللي عندك كيف يعمل هذا المنتج مراحل تأثير المنتج كيفيه الاستخدام المنتج جدول مقارنة نحن ضد المنافسين طبعا نحط لكم مثلا نحن ضد المنافسين نحط لك رابط تقوص عليه بتشوف مثال عن الشي اللي عبوضح حكي عب حاول نساعدك قدر الامكان حتى انت رحلتك بالامازون ان شاء الله تكون سهلة وصيدة شاي؟ عامل هذا الجدول نحن ضدهم ليش نحن احسن منهم شاي؟ في كتابة مثلا نفس الموضوع انت لمنهات المنتج حالات استخدام المنتج بمواد فعالة وعرض المنتجات الموجودة اذا عنده عدة المنتجات تعرض لك اياها كل ايها انو ازبدتك عنها هاد المنتج وهاد المنتج وهاد المنتج مثل شو مثلا هذا عارض هون المنتجات اللي عنده هاي هاد content conservation يمكن مو هذا اوكي الرابط يضبط الكونية شكله مو هذا الرابط هذا الرابط كان فيه للمواد الفعالة يعني هون الرابط عدتهم مرتين كانت الزبط منية حاكم عليه طيب بالنسبة لموضوع الصور حول ظهر عندي الصور هنا زيادة صإن أول صورة خلفية بياضة حولكي أ FIRST hacer ride فأنصحك بفعل ذلك نرجع ونكمل مع بعض العروض كيف تبدأ مع عروض حلو؟ حاول إذا كان السعر 30 أصبح 15 أنا عندي السعر 15 أول ما نزلته على الخمسطاش كان سعر 30 عندي على الموقع 30 دولار حق كان 30 أصبح الآن 15 يفضل أنك تعمل هذا الشيء كيف تعمل هذا الشيء؟ عن طريق أنك تحط سعر غالي البداية ولما تنزل السعر فجأة مثلا نزلته من 30 إلى 15 ويضع لك أنه كان 30 أصبح الآن 15 لحق حالك فبسيزم أبيعاتك بسيطة أنك عرض حلو طيب الشيء غير شيء اسمه ردين بروموشنال كود شاني ردين بروموشنال كود؟ أحيانا بتلاقي عند الامازون بعض الشغلات تفوت لعنده مثلا هاد بظن عندها هاي هون كوبون شايف تكمس عليها هايك انت شو صافي عدم خصم 2 دولار 2 دولار كوبون حلو أن نصير هيك شايف هات سعر كانت 29 أصبحت 20 هيك بيطلع عرض أجمل بيطلع عرض أحلى فدول الشغلات الثلاثة تعمل هون أنا بقعد لك أن نجيب نتائج أحسن طيب ينصح وليس ضروري أنك تشغل شيء اسمه Prime Exclusive Deals وشيء ثاني اسمه Lightning Deals نحكي عن هدول لاحقا لكن إذا أنت حاب تتعرف عنهم نعمل شوية بحث عن جوجل بنصحك تشغلهم حتى نجيب فيه نتائج أكثر أنا أعطي لك إلى هون الرابط لتعرف أنت أكثر بتقبس هون براية المباشرة لـ Prime Exclusive Deals طيب خطوة 2 بعد ما نحن سوينا صفحة المونتج صار في عنا على فكرة هون بوقتها صار في عملك عنوان شحن جاهز فيك تاخده مشان خطط الشحن للمورد الصيني من هون خلص من هون صار في تاخده صار جاهزة كبست زر طيب خطوة 2 تجهيز إطلاق المونتج أول شي كيف نطلق المونتج نحنا نجهزه كيف نجهزه نو أحباب نو أصحاب نو الناس بالجروب والتليجرام والأنهم يا شباب يا حيواتي أنا عندي منتج بدي أطلقه هلا بدي 20 تقييم إيجابي خد حق المونتج خده بـ تفعلي ما تفعلي بعضة ٥٠٠ دولار بخشيش لألك زبت أمورك أخي ساعدني لو سمحت فجيب الصحابة وكل أصليح حوليك وكل كل ياتهم يشتروا المونتج تابعك أول ما يكون جاهز للبيع على الأمازون بعد ما يشترك خمسة أيام أسبوع وحتلوها تقييمات فانت اضطبالك اذا جبت خمسين بيع لازم اضطلوك ٢٢ تقييم و اذا جبت ٢٠ بيعا ما بس يجريك ٢٠ تقييم يعيش وكل واحد يشترع منك تقييم بيان انك عبتلعب على السيستيم فحاجة يكون شوين ذكي انه بيع على اجابة تقييم و بيع ما اجابت بيع جابت و بيع ما اجابت يعني شوين يكون واحد يتحاير على السيستيم طيب الشغلة الثانية تواصل مع المشاهير الناس اللي عندك ٥٠٠٠ متابع ٢٠٠٠ متابع ٢٠٠٠ متابع ٢٠٠٠ متابع وخبرهم انه انا حبعت لكم منتج مجاني قريبا حتى تشوفوا لانه بناسب متابعين اللي عندكم في عنكم اهتمام هذا الموضوع بالمقابل بتحكوا عنه بالصفحة حتتفاجأ انه فيه ناس تقولك اي 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 اكيد اكيد وفيه ناس تقولك اي اي اوكي بس بدي ٢٠ دولار بدي ٥٠ دولار بدي ٢٠ دولار وتنصيحه اذا انت اظهرت نفسك على وسائل التواصل الاجتماعي وروجت لقصة المنتج وكثية انشاءك هذا المنتج وليش الناس لازم تشتري هذا المنتج هتحصل على مبيعات اكثر وعد مني اليك اذا اظهرت نفسك طيب خطوة ثلاثة اطلاق المنتج بعد ما نجيب ٢٠ دقييم متما اتفقنا اول ما يصير المنتج لايفي رفقاتنا اشتروا وحطوا دقييم بعد اسبوس هشيغلتك هيا عليك انا جبت ٢٧ تقييم مرفقاتي انا جبت ٢٧ تقييم مرفقاتي وكلهم ألمان وعرب وسوريين ولبناني ومغاربي كله ساعدني وحط لي التقييمات بدك تصبت حرقك هيا بي هذا منتجك هيا حياتك هيا بيزنس لبعك طبعا اول تسعين يوم حط ببالك هي افضل ايام البيع عندك كل ما كان عندك مبيعات اكثر باول تسعين يوم من بداية اطلاق منتجك بالامازون كل ما كان في عندك نجاح اعلى كل ما كان عندك مبيعات لاحقا اعلى فلذلك حطها بعين الاعتبار اول تسعين يوم مفصليين لا تتساع لا تتهاول ابدا جهز حملتك الاعدانية على الامازون بي بي سي وعمل حملة واحدة اوتوماتيكية فقط ما تعمل ولا ايشي تاني حملة واحدة اوتوماتيكية بمصروف ٥٠ دولار باليوم وتركها شغالة لمدة خمس ايام تصرف ٢٥٠ دولار بعد ذلك تفقد الحملة هاي واي كلمة حققت عشر كابسات بدون اي مبيعه اعمل لها ايقاف وكارير العملية كانت ٨٠ ساعة وستتفاجأ بعد شهر انه عندك صار كلمات مفتاحية هيك كتار ما بيجيبو لك مبيعات كبينون على جنب وكلمات مفتاحية هيك كتار بس بيجيبو لك مبيعات فبسط تصرف انت خمس دولار بتجيب مبيعه أربعة دولار بتجيب مبيعه ثلاث دولار بتجيب مبيعه ليش لانصرت تعرف شو الصح وشو الغلاط شو اللي بيمشي وشو اللي مبيمشي واخيرا البدء بالترويج عبر المشاهير الذين اتفقنا معهم مسبقا اللي بيبعث للمنتجات ببلاج ويروجوا هنا للجمهورية اللي عندهم وتجمع مشاهير اخرين جدد غيرهم اوكي بهاي المرحلة كمان تنصحك انك تشوف البرنامج اللي عنا البرنامج بيساعدك انه تلاقي انفلونساس جاهزين او مشاهير جاهزين بمجال البداكية طيب هلا هون بالنسبة للناس اللي ما عندها رفقات يعني والله انا قاعد ببلد وهم رفقاتي ببلد وما في حدا يشتري الامازون وما بعرف حدا بالبلد اللي بدي بيك فيها وشو اعمل شو سوي جروبات التليجرام جروبات الفيسبوك خالصين ودائد فيك الدنيا اعمل اعلان على الفيسبوك وخبر الناس انه مرحبا الناس انا بدي تقيمات او انا عبوزع منتجي ببلاج اذا حابين تواصلوا معي بس يتواصلوا معك اللون انه اشتري المنتج من الامازون ومعطيك حقه لاحقا في حال حبيته حطي الدقيق في حال ما حبيته خبرنشو السلوية حتى تحسن من اموري وحسن من المنتج تبعي اوكي طيب منكمل الخطوة اربعة تحسين واحد المشاكل في حال عند اعلان وما في نقرات او ما كان في نقرات كتير وكانت غالية كتير حسن التالي بالترتيب اوش الصور الرئيسي انه لو كانت حلوة كانوا كوسوا فهي ما حلوة حسنها غيرها عدلها السعر تبعك اضبطه نسبة التقييمات قليلة ارفعها بده ما يكون اربع نجوم سويها اربع ونص بده ما يكون ثلاثة ونص سويها اربع عنوانك عدله وغيره وحسنه وظبطه عدد تقييمات قليل ارفعه تقييم الكلمات المفتاحية اللي عندك ممنيحة مع انك تعملت كلها دول ومع ذلك ما في مبيعات نتكلمة مفتاحية غيرها شوف كلمات مفتاحية اخرى طيب عندي نقرات اعلانية وكن بدون بيع او ببيع مبيعات قليلة شو عمل بما انه الناس فاتت عندك فصورتك الاولى حلوة والسعر زابط وكل شي حسن العرض اعمل عرض ازبط اشتري اثنين وحصل على ثالثة مجانا ستحصل على منتج فري ستحصل على مين اللي بدك يا حسن الصور الوقية حسن الوصف لانه اول صورة شفناها حبيناها فتنة الصورة الثانية والثالثة والراء والخمسة والثالثة والثابعة شو هضعهم؟ حسن الوصف خليجي خاطب العواطف وركز على الفوائد وليس البييزات واخر شي حسن نوعية التقييمات يلي عندك حلو واضح نايس خطوة خمسة التطوير في المنتج اعتم التطوير كيف عبر زيادة المبيعات يلي عندك كيف تزود المبيعات يا سيد محمد عن طريق اعلانات انفلونسر تواصل مع مشاهير اكتر بدل ما يكونوا خمس مشاهير بتشتغل معهم بالشهر اشتغل مع خمسة عشر مشهور مع ثلاثين مشهور مع اربعين مشهور شايف كيف اوف كل هدول طبعا اوف كل هدول ما انت عبتشتغل شاب تلعب كذا تواصل مليون دولار كيف تتواصل عشر مليون دولار شو انت قاح بالبيت تجيب مليون دولار لاح لقد تشتغل شوي بالبداية لتجيب مصاري طيب تحسين اعلانات البي بي سي اللي عندك بشكل مستمر موت لك دائما نشيل السلبيات حطها على جنب اللي ممنح يجاب عشر نقرات بدون ما بيعها نشيلهم على جنب واللي منح خليهم شغالين وتتفاجأ اخش عندك حملة اعلانية عبتصرف خمسين مليوم عبتجيب لك ثلاثمية اول شي كان عبتصرف خمسين وتجيب لك صفر ثاني يوم يمكن عبتصرف خمسين جابت لك عشرة بعد اسبوعين عبتصرف خمسين وتجيب لك سبتين بعد شهر عبتصرف خمسين عبتصرف مية وعشرين بعد سنة عبتصرف خمسين بتجيب لك ميتين تلعتمية فليش تخليها أنا خمسين خليها خمسمية تصرف خمسمية بتجيب ثلاثة الاف و هيك بتربح game over طيب بتحسين الرينك لكل كلمات مفتاحية فإذا أنا مشي حالي وجب مبيعات على كلمة مفتاحية معينة بحاو أجيب مبيعات على كلمة مفتاحية تانية و تالة و رابعة و خمسة و سادسة وهكذا بس بتحسن الرينك ولا أسهل من هيك طيب زيادة تقييمات كيف عن طريق أكيد رفقاتك ما هيصيروا ألفين واحد وتلتلاف واحد فأنا لدي طرق اخرى فأنا لدي طريقة مريضة خرافية استخدمتها حتى اجيب لمنتجي اكتر من 500 ريفيو سوف أعطيكم شو المنتجين هذا المنتج هذا المنتج يجبت فيه 100 الف خلال 7 ايام و 85 الف خلال اليوم هذا المنتج هذا المنتج هذا كعليه 100 وشوية ريفيو هذا كعليه 100 وشوية ريفيو على الاكيد سويتم هاد 400 و هاد صار اديش 650 تقريبا ماذا عملت؟ طلع اتلمنا للناس يا ناس يا عالم انا المنتج تبعي هاد بعتلكون الوصيل طمنوني عنكم كان وقتا اللوكداون وكل الناس خايفة من المرض وارتكيف من الحجر الصحي وهذا حاكي بقى فيه 20 فصاروا يقولون الحمدلله احنا بخير وصل المنتج شكرا اكتر على اهتمامك انت تطمننا عنك منيح تمام؟ زعلانين علي مفاكرين انا زعلان او لا اشي انا بس احاول اخذ ريفيوز فبالنهاية اتلمون انا انا بحاول اعمل بزنس وحبيت انا اني ابعتلكون 50% خصم انكم رداتوا علي ودفعتوا معي وشكرا انكم سألتوني عن حالي وهي 50% خصم حابين تاخدينو تاخدوها الخصم ايه بدنا الخصم شكرا لك بعتنا يا انبسطوا اه شكرا وصلنا الخصم يعطيك الف عافية طيب فين اطلب طلب شو طلب فيكن تساعدوني لو سمحتوا ان انا انشئ حالي واسس حالي على الامازون عب حاول شد من حالي وكون منيح بس كتير منافسة قوية انا ما برش هدي اعمل بدي ريفيوز بس ما حدا بحطل ريفيوز فيكن تساعدوني ايه طا حطوا ريفيو جعلوا علي وصلت لمرحل احصان على 15 ريفيو بليوم عشر ريفيو بليوم يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم خرافيك الموضوع فكيف تعمل انت هذا الشي عن طريق ان كل اختصار تركز على ارسال ايميات اوتوماتيكية فيها يعني شيء ابداعي شيء على الاواطف وعن طريق الايميات مدفوعة انك تعمل اعلان على الفيسبوك مرحبا يا ناس انحنا عمنا منتج حابين انبيعه بلاش فقط ال 51 مين حابين يتواصل معنا بس يتواصل معاك مرحبا الشغلك التاليه روح الى هاد اللينك اشتريه من الامازون بعثنا الرابط تبعك انك اشتريته او اثبات انك اشتريته بعد ثلاث ايام نحول لك المصاري او مراجر لك ايهن بعد اربعة ايام تجربت حاكيه شو عجبك المنتج مبساط في حليبي او ماي جاد شكرا كتير احلى منتج بالعالم حبيته او مو جاد ممتاز طيب شو لك انا اعطيك هدية ايه اعطيني هدية شكرا 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 بس بشرط اذا تحضر التقييم بس بتعبر عن رأيك السعيد والفرح والرائع على الامازون انا بكون كتما بنقول لك وعطيك هدية تاني ايه ايه شكرا بس يعطيك اعطيه هدية بمنتج البلاش اعطيه خمسة دولار كو ديسكونت اعطيه امازون كفت كارد كن مبدعا وفيك تزود تقييماتك عن طريق انك تحط بقلب العلبة تحط انت مثلا هدية او تحط انه صور هاي ال كيو ار كود ايه بكون حاطه رابط صور هذا الرابط واحصل على هدية بس يطلع يصور هذا الرابط اقول له احصل على هدية في حالح تضلنا تقييم مجاني وبعتنا صورة وبعتنا على اليميل تبعنا في ناس تعمل هيك اعطيك تطرق هدول انا بستخدم هاي وهي ما بحب هذيك تطرق انه ممكن امازون يكشفها واخي يسترعرضك ما بدي اقعد اعمل مشاكل مع الامازون انا ممنوع هاي مخالفة هل بتمشي ممكن انا ما بديها بس فيك تعمل انت اوكي طيب تحسين العرض كيف حسن عرض عن طريق اني انا اعمل بندل اعمل عروض اشتري اثنين احساعة التالثة مجانة هيك شي غلاط يعني شي يخلي الناس واو حاشتري عنده هاد الزلمة واخن حسن منتجها في خلصه وعن بيزي المنتج كتير بالمرة اللي بعد الخمسة الافي اللي بعد او ال 10.000 اللي بعدها اطلوب المنتج وضيف معوه حبهدية مجانة مثلاً علبهدية مجانة ستحصل مع هذا الفنجان على ملعقة ذهبية مجانة هيك شي يخلي الناس واشو كول وهو شو حبيت هتحصل مع هذا الكفر على كفر ثانية مجانا واشو حبيت شو كراً كتير هلو اشو قصدي كل مبدع الصور حسن الصور كيف تحسن الصور عن طريق انك تقرأ انت الإعلانات وتعمل شي مناسب لآراء الناس إذا الناس حابين مثلا أنه انت حاطت لون مثل عندي هاد اللي حاطت لون مثلا الأحمر وينه هاد نواو حبينا كتير هذا اللون الأحمر وين المنتج تبعي طيب معتل عين المنتج تبعي مهم حبينا كتير هذا الماسك الأحمر اللي عندك ركزنا عليه حط لون أكثر منه بدل عشر حط لون 12 واحدة عرفت كيف وركز بالصور عندك أنه عندنا هاد الأحمر الخارق اللي فيه كذا ولهيك حتى نكون هنا 12 واحدة بدل عشرة وبالصور احكي عن هذا الموضوع اللي اللي الناس حبته أصلا طيب تحسين الوصف ونقاط الوصف عن طريق انك تغير على التقييمات كمان وتتجنب السلبيات وتركز على إيجابيات انه نحن مرحبا عنا هاي الإيجابيات وما عنا هاي السلبيات شايف وآخر شي إضافة وتسجيل البراند تبعك بالأمازون عن طريق انه يصير عندك اسم براند تسجل بألمانيا أو أميركا فنحن نساعدك هذا الشيء نحن بكل سهولة وبسعنا شي اسمه أبلوس كونتنت وبتحصل على تقييمات كمان من الأمازون بدون انت عمل تعمل حركات الإعلان والإيميلات تقييمات من الأمازون بيعطوك إيها مباشرة مقادة ستين سبعين تمانين دولار حسب المنتج تبعك فنشوف هال أحد المنتجاتي اللي أنا عملت له أطلاق عن طريق الأمازون أخذت في 18 تقييمات كما شايفين هون وأنا ما عملت أي عذاب بس قلت له أمازون حبيبي بدي تقييمات قال لي دفعت 60 دفعت 60 قال لي أوكي حوزع المنتج أنا ببلاش للناس وهدون الناس ممكن حطولك تقييمات للمنتج تبعك أوكي؟ قلت له أوكي فهو صار وزع المنتج من عندي ببلاش لازباينو للأمازون وحطوا له تقييمات طلعوا هون هاي فيين كوستمر فور فري بردكت 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 وهيك أنا صار عندي تقييمات إيجابية بكل بساطة فبدي هون تعملون برند ولكن ليس بالبداية مو أول ما بلش تعمل برند استرنا لا يمشي منتج تبعك بعدين نحمل برند بتكلفك من 400 والألف بألمانيا 400 يورو أو 500 يورو 399 أو 499 يورو بسيطة جدا بتعملها بأقل من ساعة وبأميركي نفس الموضوع بدك أقل من ساعة تعملها بتكلفك 750 يورو الخطة ورقم ستة هي التوسع وأطلاق منتجات جديدة حط ببالك بالبزنس في عندك حسرا ثلاث طرق لزيادة الإرادات ما فيش يسمه طريقة رابعة أو طريقة خامسة شو الطريقة الأولى جعل الزبون نفسه يشتري المنتج تبع بشكل مكرر يعني مثل كوكوكولا أو بيبسي كم مرة تشتري كوكولا هو نفس المنتج مرة 2-3-10-100 ألف فلهيكي يشعرون لك مصالي كتير فهذا الشي دو يكون عندك منتج هاي كواليتي وبدك تعمل عروض متكررة ولكن الأمازون ما بيخليك تعمل عروض متكررة لأن الأمازون ما بيخليك تاخد معلومات الزبائن لأنه هن زبائن الأمازون وليسوا زبائن الخاصين بك حط ببالك طيب زيادة الإرادات من نفس المنتج كيف عن طريق ترفع السعر؟ هي سهلة طيب بيع عدة منتجات لنفس الزبون هاي الأمازون ما بيخليك تعملها إن الشروم دا تخلي زبون يعرف إنه إليك عدة منتجات الطريقة الوحيدة إنك تحط له صورة إنه نحن عنا هي الشرات الثانية ولكن ما بتخلي كتير إن الناس تتحمس وتتحمس وتشترين عندك وآخر شي خدمات إضافية للزبون الحصول على زبون جديد يعنيك تعمل إعلانات أكثر توزع المنتج تبعك في مناطق أخرى يعني بدل ما بيع أنا بمحل واحد ببيع بعشر محلات بدل ما بيع على الأمازون بيع على الأمازون بإي بي والموقع الخاص فيني وعند هون وهون 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 وبالصدليات وبالمحلات وبالمولات شايف إنك تكثر أماكن للبيع فبدأك إنتيع زبائن جديد إعلانات أكثر أم باك ببيع أكثر طيب الأمازون بيخليك تعمل هاي بكل بساطة إذا كان مدهجك منيح للناس لحالها تشترين عندك رفع السلفيك ترفع السلفيك على الأمازون مع أنه شوي سلبي لأنه بصير الناس بيقولوا إنه ليش غالي هاد بروح عند واحد أرخاص إعلانات أكثر ممكن تعملها على الأمازون ولكن إنت تتوسع ما فيك تعمل على الأمازون توسع ما فيك تعمل أنت عدة منتجات نفس الزبون وما فيك تعمل عروض متكررة لأنه الشخص يشترين عندك من ستة شهور ما فيك تبعات له إيميل عرض للمتجات الجديدة اللي عندك ويلا شوف هاد وشوف هاد وشوف هاد وهي عرضوا لألك ولأنك إنت تشتريت عنها من خمسة شهور بحق ما فيك تعمل لذلك الشغلات فشو الحل؟ الحل أنك تعمل شي خاص فيك يعني ليس إعتماد الكاميرا على الأمازون بل إعتماد على شي خاص فيك مثل أنك تعمل موقع خاص بك وهذا الشي اللي أنا بعمله به الإيزي إي كوميرس سيستيم ولهذا أصلاً سميته إنا الإيزي إي كوميرس سيستيم بتعمل موقع خاص فيك وبصيب تعمل إعلانات وتجيب الناس على موقعك الخاص وبتجمع إيميلات للناس وبساعدك تدقائك جماهيرية من الناس اللي عندك إيميلاتها فممكن خلال سنة تجمع إنتي 2000 أو 3000 إيميل مثل ما أنا عملت وأي منتج جديد تطلقوا تبعت إيميل للناس مرحبا يا ناس مرحبا يا عالم عندي منتج جديد بالأمازون إذا بتكون تشتروها يخاصم 500 لأنكم زبايني للأوفياء صاروا يجترون عندك بالأمازون مرحبا يا ناس إذا حبيتوا المنتج حطوا التقييمات بعضتهم إيميل إجابت تقييمات إجابت تقييمات وإجابت تقييمات فبالبداية في الشغل لاحقا لما تطور بالطريقة بعالمكية أنا هلأ بسينا عناك أعمال أسهل بكثير وبتعمل منتج تاني وثالث ورابع وخامس أوكي واضح طيب هلأ هذا هو الشيء نفسه يلي نحن نركز عليه هون بطريقتي وتجربتي عن طريق البيع والأمازون إنه نعمل الإيزي إيقوميش تسلم فإذا حابدنا نساعدك بهذا الموضوع تتواصل معي من هون هلأ بنهاية الفيديو حاب أحكي عن بعض المعلومات الأساسية للناس عادين بألمانيا بالذات وبعض المعلومات الأخرى يلي لكل الناس وخصوصي الناس عادين بأوروبا أو حابين تبيعوا بأوروبا لازم ينتبهوا عليها ركزوا معي حمبلش بقيت ألمانيا بالنسبة للناس عادين بألمانيا وحابة تبيع بألمانيا أول شيء بدك تعمله بتجيب شيء اسمه إي أو رينوما تكبس هون وتروح للتصل هذا الرقم بيساعدك أنك تفوت بطاعة على البلد حقي على ألمانيا طيب اثنين بدك كيفيربي بدك تسجل شركة بتعمله هذا الشيء إما أونلاين أو بتروح على الرات هاوس بتكلفك أربعين يورو ثالث شيء بتقدم أنت القيبيربي تبعك لبنك تبعك شبار كاسي أو غيره وتفتح حساب تجاري بانك تجاري وليس بانك برايفت ما تعمل بانك برايفت بريفات بانك اسم بريفات بانك هذا نشكل في بيزنس فتفتح بانك انت بيزنس كشيف سكونتو اسمه بعشرة يورو بعدين بتقدم القيبيربي تبعك للفينانسامت وبتحصل على شيء اسمه وتحصل على كمان أمزة شتوينومة هاد الأمزة شتوينومة بيبلج دائما دي اي ارقام اما هاد يكون رقم 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 يعني يكون 12 رقم قريبا هاد هاد يكون 8 رقم هيك شيء طيب بالنسبة للمنتجات حسب كل منتج في قوانين مختلفة أنا بمجال خبرتي أنا بيعط نتجات تجميل وبعط نتجات تستخدم في الشوارع فمنتجات تجميل بدك تسجل المنتج تبعك بموقع التجميل الأوروبي CPMP بدك تنتبع على قوانين ألمانية من هون تشوف قوانين ألمانية وبدك أنت تشوف قوانين أمازون أنا بجهلي بهذا الموضوع لأنه ما حد بنبهني متما أنا هلا بنبهك بهذا الموضوع لو حدا بنبهني على هذا الموضوع أنا كنت تتجنب خسارة أكثر من ثلاثمائة ألف أرعمائة ألف يورو صراحة، فانتبه على الحالة طيب، لبيع المنتجات تسخدم في الشوارع مثل أضواء البسكليتات مثل أضواء البسكليتات ملابس، أي شيء ملابس دراجات هاي اللي بتطعكوه صدو انتبه على قوانين الشوارع الألمانية الشتراسن فاكير، أودنونكس هدول مهمين أودنونكس قزيتس انتبه علي توقع ألمانيا هاي الرابط تبعه، اوكي؟ أنا أحد المنتجات كان عندي كانت تبعه فارادلشت اسمه فارادلشت، خليشف اذا موجود او اذا مسحه، هون بايكلايت بايكلايت عادة بين بعض بايكلايت بين بعض كنت تبع نفس هذا المنتج وكنت مميزه وعمله بندل حلوه وكان مميزه وبيعه 25$ مع ذلك يعني توقف انه كان مخالف بعت مثل هذا المنتج كمان مخالف وبعت مثل يعني شيء مثل هذا المنتج تقريبا ثلاثة انواع اضوية والثلاثة كانوا مخالفين ثلاثة مثل هاته ثلاثة مخالفين فكثير ارى زعلت وكثير دفعت مصاري وبتمنى انه لا يغلط نفس الغلطة انه شو ما اخذ شوي من وقته وارى قوانين الالمانية طبعا الترقات فكيف انت تنتبه على حالك تدور بجوجل وخليه يكون صديقك الصدوق اخوك اللي صغير اخوك الكبير جوجل اسأله على كل ما يريدك ومهم جدا هاي المعلومات تنتبه علي اللي كمان كلفتني المصاري الكتير يعني احد المونتجات كان عبيبي معي كان عمجب لي 13000 يورو مربح شهري وقف هات المونتج لانه انا كان عندي خطأ صغير بشيالات اللي حلاكيها الان طيب اولش بتحط انت اسمك وعنوانك ورقم تليفونك على العلبة في حال عندك شركة يكتب اسم الشركة وعنوان الشركة ورقم الشركة لما تبيع بألمانيا او تبيع بأوروبا حط محتويات العلبة كاملة وها العلبة فيها كذا 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 اذا كان منتجات تجميل مثلا تاريخ انتهاء الصلاحية في حال وجد تحذيرات الاستخدام الاولا يستخدم في كذا يحفظ في اماكن كذا ابعدها من عيون اطفال هذا المنتج خطير للناس التي تعاني من حساسية ضد الكذا طريقة الاستخدام بلد المنشأ مهم مد ان شاينة مد ان جيرميني مهم جدا تحط من وين رمز اعادة تدوير للمنتجات العادية او رمز منع القائها في القمامة في حال كان منتج كهربائي شعار سي اي فقط في حال المورد عنده شهادة فيك تحطها شعار سي ايها بعض المنتجات بالدنياها اوكي ويجب الانتباه ركز على هي هاي الخلطة اللي حتطت لك حتى الخط كلفتني انا كتير مصاري كلفتني منتج بيجيب 13 ألف يورو شهريا يعني ما يعادل 150 ألف بالسنة ليس ايرادات ربح صافي راحوا من جابتي نسرقوا من جابتي بس لانه ما احد نبني عن هذا الموضوع يجب ان تتبه ان المعلومات التي تكتب على العلبة يجب ان تكون بشكل مخفي او بشكل صغير يعني ما بذكر قديش اذا كان لازي يكون ثلاثة ميل او ثلاثة ميلي متر يكون ارتفاعه اقرأ انت اكثر وشوف المعلومات المناسبة اكثر للمنتج تبعك مهم جدا لا تغلط الغطة اللي انا غلطة هي مغلطة بس انا يعني انا جاي الفكرة ما حط اعذار كتير لحالي ولكن انا جاي من سوريا وبسوريا معنا هاي القوانين كلها فانا ما بعرف انو بأوروبا هيك بدون وهيك بدون كلها التعقيدات اللي عندن فانا هي متعقيدات هي طلع هي بسيطة جدا بس انا ما كنت بعرف فمن وين يعني مين دو يقلي واخد دورات واخد كورسات بس كله كورسات يا اما بالانجليزي يا اما كورسات المانية يعني ما هنحكي ما بيكون معلمك هاي الشرطة اللي عبلك عليها اوكي واخر شي اللي انتبه انك تسجل باعادة تكرار النفايات البراقية لوسيد توت لهون بتسجل بتحط لهم كم كيلو هلا بصراحة عطيم كونتيب بيقول لك انو كم كيلو انتع بتبيع ومدرشو وحسو بكم كارتوني حط له مية كيلو حط له ارخص شي ومشيني 20-30 يورو مشيني ووزع روك كتير وقليل اه اوكي بيجيك ناخت ثانو بتفاع بعدين بس مهم تسجلها مونك ما تسجلها وستش اقل شي ممكن يعني حتى وتبيع انت طون مثال لو تبيع او تفوض تاع المانيا او بسببك بتم انشاء طون من النفايات الورقية تغلفت العلبة الفيرباكونج اللي يزبون دي كباب زبالي بعدين او اللي الامازون اغلفوا فيها وبعتوا فيها هي بسببك تم انشاءها لانو انت البيع فحتى لو كان وزنها طون خلال السنة سجلهم مية كيلو خمسين كيلو شو ميدي يسأل ولم يسألوا اعملنا خطسانو يعني كون شوي قلبك قوي ما تكون خايف ما تكون جبان اوكي طيب بالنسبة للضرائب بالنسبة للجمارك بالالمانيا حط بالك انو الضرائب تدفع سنويا بس بلش بالبزنس بلش تجيب الارباح ساعة تفكى بالضرائب انو في عندك اعفاء ضريبي لمرحلة معينة انت تجيب مثلا لحد معين للمساري لحط لكم الرابط تبعه هون شان ضرائب هون هون الضرائح لكم هنا الرابط تكرم معينكم الضرائب في المانيا والاعفاء الضريبي والاعفاء الضريبي فلما يكون في عندك انت المت معين وما تتخطى فساعة ما تخاف فساعة ما تخاف عدم ذلك اتمنى توفي الى الجميع اتمنى النجاح للجميع اذا حابين نكون احنا معكم وننساعدكم ببناء مشروعكم الخاص على الامازون خطوة بخطوة من البداية للنهاية ليس كورس برجا بعيد تواصلوا معي عدم ذلك شوفكم بالفيديوهات القادمة في حال في استفسارات تحطوا ليها بالكومنت حتى اعرف شو بتصوركم كفيديو تالي كان معكم محمد الكويفي السلام عليكم اشتركوا في القناة